طبعا غياب مرموش بالنسبة لنا كلنا محزن ليه؟ مرموش لعيب كبير خبرات كبيرة بيلعب في ألمانيا في فولفزبرج كان من آخر اللقاء ليه أمام هونفهايم وجاله إصابة في الدوري الألماني وخرج بعد أول 8 دقايق فده يدل أن الإصابة كانت قوية طبعا اللقاء كان من يومين ولكن الكشف الطبي والإشعاعات والفحصات ظهر نتيجتها مبارع فقرر مستر روي فيتوريا أنه يعني ما يغامرش باللعب أنا مش هغامر باللعب يكون موجود ولو إصابة بسيطة تتفاقم أو إصابة قوية تزيد أكتر هنا أنا بحب مدربين دول أنا أحب المدرب إلا سلامة اللاعب مهمة جدا طيب مين هيكون بديل مرموش كان فيه أكتر من لعب كان فيه أكتر من كلام على اللعيبة طبعا لك في موجودة المحلية اللي في الجزء الأول من المعسكر ولكن قرر مستر روي فيتوريا استدعاء مروان حمدي بدلا من مرموش مهاجم النادي المصري طبعا ألف سلامة لمرموش نتمنى ليه الشفاء العاجل وبالتوفيق طبعا لمروان حمدي مروان من الفرودة اللي هو بروفايل مختلف على فكرة مروان كان واجه انتقادات فترة كبيرة وموجود مع كيروشلي ومش موجود مع كيروشلي لكن هو مهاجم فيه أجمع عليه أكتر من مدير فني أجنبي فده يدل أن الراجل ده عنده حاجة مختلفة هو عنده استقبال بشكل قوي جدا عنده تزدادات قوية بيعرف يلعب بالهتكاز جدا سنة